ليس عجباً في مزرعة العجائب أن تنفجر بين الحين والآخر فضيحة ولكن هذه المرة من العيار الثقيل 53 شركة وهمية سارقت 60% من ثروتنا النفطية تعود الرواية حسب الناشط أحمد ياسين إلى العام 2010 عندما أعدت الحكومة القانون الخاص بالنفط الذي نص على تشكيل الهيئة الوطنية لإدارة هذا القطاع مع وجوب تشكيل شركة وطنية تعمل على إنشاء صندوق سيادي أي أن تواصل يكون بين الشركات المستثمرة والشركة الوطنية تعطيهم أرباحهم وما تبقى لخزينة الدولة ولكن بعد سبع سنوات عدل وزيراء الطاقة وكل الطاقات آنذاك جبران باسيل وخليفته سزار أبي خليل القانون بالتنسيق طبعاً مع حزب الله ليتمكنوا من لحس إصبعهم وصدر التعديل في المرسوم رقم 43 ألغى الشركة الوطنية وطير الصندوق السيادي واستعانى بشركات خاصة تستثمر مع الشركات المستثمرة ثم ألحق بمرسوم آخر حمل الرقم 4918 قضى بتأسيس الشركة الوسيطة لتلعب دور الوساطة بين الشركة المستثمرة والدولة اللبنانية فتعطيها أرباحها وتأخذ الشركة الوسيطة الأرباح الباقية ومن تلك الأموال تعطي للدولة اللبنانية حصتها وفق تقديراتها الخاصة ببساطة هذه الشركات الوسيطة أخذت النفط لصالحها ولم يعد للدولة اللبنانية من مجموعة الثروة النفطية إلا ما لا يزيد عن 20% واللافت أن مجموعة هذه الشركات 53 شركة وهمية ل53 سياسياً أو بالأحرى مافيوياً لبنانياً انشأت في العام 2017 في سنغافورة ويبلغ رأس مال أهم شركة منها 2000 دولار ويصل رأس مال إحداها إلى دولارين اثنين فقط فبعد أن سرق المستزلمون الماضي بحروبهم والحاضر بتشبيحاتهم اتفقوا كل يعني كل على سرقة المستقبل فمن سيحاسبهم؟